بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس العاشر اللي خاص بالASP.NET Chart Control اليوم نحكي عن Sorting Chart Control Using Sort Method أنا محمد إماد عرفه في الدرس الماضي شفنا كيف يمكننا أن نرتب البيانات الموجودة بداخل ASP.NET Chart Control وذلك عن طريق استخدامنا للData View اليوم رح نتعرف على كيفية ترتيب البيانات الموجودة بداخل ASP.NET تشارت ولكن عن طريق استخدامنا للSort Method حتى نستخدم الSort Method اللي خاصة بالASP.NET تشارت كونترول لابد أن نقوم بعمل الخطوات التالية الخطوة اللي هي رقم واحد لابد أن نقوم بتعديل List Item اللي كان موجود عندي بداخل الDropDown List اللي هي Sort By بالتالي الموجودة عندي هون زي ما احنا من شايفين عندي هون الDropDown List اللي هي Sort By طبعاً في الدرس الماضي كنت هنا اللي هو أرتب حسب اللي هو Total Marks والStudent Name فبالتالي الآن بدي أعدل اللي هي List Items اللي خاصة بها الDropDown List إلى اللي هو الValues التالية الValues الأولى رح تكون هي حسب الAccess Label والValue التالية أو قلنا نحكي List Item اللي هو الثاني اللي خاص بالDropDown List Sort By اللي هي إلى Y حتى يمثل اللي هو الY Access اللي بدي إياه أنا بكل بساطة إنه مباشرة مجرد من أختار مثلاً Student Name وعملياً أختار اللي هو Ascending فبالتالي بدي إياه يرتب لي حسب المحور السيني أوكي الآن اخترت Student Name وبعد هيك اخترت Descending فبدي إياه مباشرةً نرتب لي المحور السيني لكن بشكل مثلاً Descending مجرد من اخترت Total Marks فبدي إياه مباشرةً بعد هيك يقوم ب اللي هو عمل ترتيب بالنسبة إلى المحور الصادي طبعاً إما Ascending وإما Descending حتى نعمل هذا الأمر بكل بساطة لابد أن نعمل التغيير اللي هو التالي الآن أنا رحت مباشرةً بداخل الVisual Studio وقمت بتعديل اللي هو Drop Down List Sort By إلا بحيث أنه الValue للList Item الأول اللي هي Access Label والValue الثانية اللي هي إلى الY تمام باقي الكود بقية كما هو ما في عليه أي تعديل الآن خلينا نروح مباشرةً بداخل الWeb Form 1 الموجود عندي هون الآن أنا ما بدي أستخدم اللي هو Data View فبالتالي راح أقوم عملياً بحذفها زي ما إحنا شايفين وبعد هيك مباشرةً لابد أن أستخدم عندي اللي هو Data Set زي ما إحنا شايفين أيضاً عندي هون اللي هو Sorting Expressions ما راح أقوم باستخدامه فبالتالي راح أعدله زي ما إحنا شايفين أوكي الآن مباشرةً بدي بعد ما تم اللي هو منادات Drop Down List لأننا بدي داماً السورتينج عن طريق استخدام السورت الميثود اللي خاصة اللي هو الASP.NetChartControl فبالتالي راح نيجي نحكي مباشرةً اللي هو This.Chart1 . اللي هو Series وطبعاً أنا بدي أتعامل مع السيريز الموجودة عندي اللي اسمها Series 1 فبالتالي راح أروح مباشرةً بداخل السيريز وأستخدم عندي اللي هي Series 1 أوكي فبالتالي الآن بداخل الكود راح نيجي نحكي اللي هو Series 1 . اللي هو Sort راح أتلاحظ أنه عندي Sort Method هي بتأخذ two parameters اللي عندي في الأوبرلود الثاني بالتحديد تمام أو بالتحديد اللي هو في الأوبرلود الثالث عماله بأخذ اللي هو PointSortOrder وبأخذ أيضاً عندي اللي هو Sort By أوكي فبالتالي إحنا مباشرةً راح نيجي الآن نحدد له اللي هو Tab زي ما احنا شايفين . اللي هو إما Ascending أو Descending فبالتالي الآن راح نيجي مين راح يحدد ذلك راح يحدد ذلك اللي هو حسب القيم اللي راح يتم اختيارها من اللي هو اللي هو Dropdown List اللي هو اسمه DDL اللي هو Direction فبالتالي هو اللي راح يحدد لي اللي هو إما Ascending أو Descending فبالتالي راح نيجي الآن مباشرةً نحكي إذا كان عندي اللي هو اللي هو Dropdown List Direction تمام . اللي هو Selected Value لإله كان هو عبارة عن Ascending فبالتالي لابد أنه مباشرةً يكون الصورت عندي هنا حسب اللي هو ascending أوكي فبالتالي لابد أن أقوم عندي هنا بالتحديد لإله بشكل مباشر اللي هو ascending تمام وطبعاً نننسى أنه في عندي البرامتر الثاني اللي هو عبارة عن الصورت تمام فبالتالي لابد أنك تحدد له الصورت حسب الأمر اللي أنت بدك إياه فبالتالي أنا بدي أعمل هنا الصورت مثلاً حسب المحور اللي هو السيني أو حسب مثلاً المحور الصادي فبالتالي مين بدي يحدد ذلك؟ اللي بدي يحدد ذلك هو اللي هو Dropdown List اللي هو DDL Sort اللي هو فبالتالي رح نيجي الآن نحكي له حسب رتب لي حسب أوكي في البرامتر الثاني رح نيجي الآن نمرر له اللي هو DDL أوكي sort by .selected اللي هي فبالتالي الآن رح يرتب لي إياهم على حسب اللي هو الكولوم الآن فبالتالي رح يكون اللي هو رح يعمل لي اللي هو descending order فبالتالي لابد أنه نأخذ هذا ونرجع نكرره عندي زي ما احنا شايفين أوكي طبعاً لا ننسى أنه هنا رح يكون الترتيب حسب اللي هو والدسسنينج أوكي الآن بعد هيك مباشرة رح أقوم بمنادات هاي المثود بداخل drop down list اللي هي sort by لكن بدون ما أمرر أي برامتر أيضاً بعد هيك مباشرة نفس الفكرة بالنسبة إلى drop down list اللي هي sort direction الان الآن خليني نجي نعمل اللي هو كوترول و K و D حتى عملياً نعمل ترتيب لالالايمنت الكود الموجود عندي الآن خليني نعمل save ونضغط على كوترول و F5 الآن رح يعمل لي running اللي هي web form 1 لاحظ لاحظ أنه عمالي بختار اللي هو student name فبتالي أنا بدي رتب على حسب المحور اللي هو السيني الآن هنا برتب لي حسب الascending لاحظ لاحظ أنه مباشرة نغير لي اللي هو الترتيب لإله الآن لو بدي اختار على حسب اللي هو total marks فبالتالي الآن يصبح حسب الترتيب اللي هو المحور الصادي الآن هذا هو ascending لاحظ أن هذا هو أصبح عندي بالdescending فبالتالي إذا أصبح الترتيب زي ما احنا شايفين على حسب المحور اللي أنت بالدكية وطبعاً بعد ذلك بتحدد له اللي هو ascending الآن هل في طريقة ثانية بإمكاني أني أعمل sorting نعم بكل تأكيد بإمكانك أنك تستخدم عندي هون اللي هو this dot اللي هو chart dot اللي هو مباشرة dot اللي هو series طبعاً هنا رح نيجي نحدد له series أوكي طبعاً طبعاً لو أجيت عندي هنا في عندي اللي هو لا بد أن أستخدم اللي هي property اللي اسمها data manipulator فلاحط لحظة أنه بداخل data manipulator في عندي هنا اللي هي method اسمها sort فبالتالي أيضاً هاي هي الطريقة الثانية اللي بإمكانك أنك تستخدمها لحظة أنه عندي هنا sort هو اللي هو two parameters البرامتر الأول هو أنه هل هو بد يرتب ascending or descending ولاحط لاحظ أنه أيضاً في البرامتر الثاني هو بوخذ series name فبالتالي الآن رح أمرر له عندي هنا اللي هو ascending تمام؟ وبالبرامتر الثاني رح أمرر له اللي هو اسم اللي هو series طبعاً اسمي series اللي هو series one فبالتالي الآن رح أمرر له as string كseries one أوكي نفس هذا الline رح أعمله copy والآن رح نعمل comment لهاي الelse ومباشرة رح نيجي نستخدم اللي هي الطريقة الثانية اللي هي عن طريق data manipulator أوكي اللي هو طبعاً بعد هيك رح ننادي sort method اللي خاصة به هذا edit chart أوكي طبعاً لا ننسى أنه هون رح يكون اللي هو descending أوكي الآن بعد هيك مباشرة رح نيجي نعمل الآن save رح نضغط على ctrl و f5 رح يملي running اللي هي الweb form زي ما احنا شايفين رح طلعتنا بالبداية أنا بدأ رتب على المحور السيني اللي هو descending هذا هو ascending اللي أنا بدأ رتب على حسب المحور الصادي ال y axis إذن هذا هو ascending الآن لو قمت باختيار descending زي ما احنا شايفين فبالتالي رح يعطيك نفس اللي هو الأمر إذن هاي هي الطرق اللي هي ترتيب البيانات بداخل asb.net chart control ما اتمنى ان يكون درس اليوم واضح وسهل أخيرا thanks for your listening and have a great day موسيقى